السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتابعا قناة تعليم الفصالة وخياطة بالقيد مرحبا بكم معنا في هذا الدرس الجديد اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى طريقة تفصيل وخياطة سيروال الطريقة التي سنشرحها في هذا الفيديو في الفصالات السيروال تختلف على الطرق التي سبق لي اشرحتهم في فيديوهات سابقة اذا بالنسبة لقياس التوب التي سنحتاج هذا السيروال سنحتاج التوب يكون في الطول دياله متر وعشرة سنتيم وبالنسبة للعرض المنكب ديال التوب سنحتاج التوب يكون فيه متر ونصف اذا سنشي التوب سنطوي على جوج ونعود نطوي على اربعة حيث السمطة هي الأولى كما سنرى معي نطوي على اربعة اذا سنطوي على اربعة اذا سنطوي على اربعة سنطوي على اربعة اذا هنا سنعبر طول ديال التوب التوب عندي فيه متر وعشرة اذا هنا سنقوم بثمانية سنتيم ثم سنقوم بثمانية سنتيم ثم 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 نحيدها سنبدأ في القياسات سيروال أو بانطالول إذن هنا سنقوم ب 31 سنتيم كما ترون معي هنا نحيد 1 سنتيم الخياطة من جهة من جهة الحزام العبار' التي هبطته 31 سنتيم نفس العبار' ان نقول هابطته 31 سنتيم هنا 28 كانت أ某 20 سنتيم نفس القياس حتى نزلت 31 سنتيم هنا هنا بالنسبة للعبارة القاعدة سنحاول نقوم بإمكانكم القياس يكون واضح لما فهم شيئا اكتب لي في التعليق وأنا سنجاوبه إن شاء الله بيحوله جميع التعليق نقرأهم ونجاوبهم هنا سننبيل لكم التعليق الذي نزلت به 31 سنتيم كما ترون معي نتمنى أن يكون التعليق الواضح كما ترون هنا سنطلع بعشرة سنتيم بعشرة سنتيم ونقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم هذه الدورة في القاعدة كما ترون معي نقوم بإمكانكم بعشرة سنتيم ونقوم بإمكانكم نقوم بإمكانكم hit هنا من الواضح من النسبة ل القياس من كل ما نقوم بإمكانكم حتى من جهة الجناب هنا ندخل بخمسة دية السنتيم قبل أن نعبر الرأس لكم نخرج نخرج هذه العبارة هنا نضع 20 سنتيم الرأس لكم يمكن أن نضعه حتى 21 سنتيم شي مشكل الرأس لكم 20 سنتيم ونخرج هذه العبار شوكا وهذا المكان الذي خرج فيه طراصاج السرول نخرج طراصي نحاول أن نبيل لكم الطراصاج لكي يكون واضح أكثر لكي الفكرة تكون بينها كما ترون معي طراصاج الطراصاج نتمنى نتمنى أن يكون واضح هنا سنبدأ نقطع نتبع طراصاج دائماً طراصاج نمشي نقطع نتمنى نكمل الفصلة سيروال تنسوا جدير و لايك في الفيديو إذا كل ما لا تشاركوا معي في القناة اشتركوا معي في القناة جدد لكي نزلت فيديوه جديد تكونوا من الأولى الذي يتوصل إلى الإشعارات الفيديو هنا كنهبط سوف نفتح هذا التوب لا تدخل فيه كثيرا هنا كنت باعتك التراسج الذي قمت نكمل حتى نوصل الرأس إلى الكوب كما ترون معي كما ترون السرول يأتي محلول على جهات جهة جناب و جهة داخل السرول ماذا سوف نفتح هذا؟ هذه العبار كما تعرفون السرول جهة الأمام تكون نقصة في القياس على جهة الخلف ماذا سوف نفتح؟ سوف نفتح جهة الأمام سوف نقص منها سنتيمات كما ترونه هنا من جهة فوق الحزام سوف نفتح بثلاثة سنتيمات ونخرج ماذا سوف نفتح في هذه العبار؟ جهة الأمام كما ترونه معي سنتيمات 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 جهة الأمام أما جهة الخلف لا تقصها ستبقى في نفس العبار سنتيمات جهة الأمام تكون نقصة بالنسبة للعبارة السرول على جهة الخلف دائما سنتيمات سنتيمات جهة الأمام سنتيمات كما هي بالنسبة للجهة الأمام سنتيمات 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 يجب من نقصها نموق جهة وهنا لجهة الأمام والذي سنتيم ونصف أمام وهذا هذا الجهة الأمام لا تقصها وهذا هي الجهة الأمام التي نقصنا أيها Protestant طريقة سهلة ولما فهم شيئا اكتبها لي في التعليق وانا سنجاوبي ان شاء الله بي حولها جميع التعليق نقرأهم ونجاوبهم سننجزوا المرحلة الخياطة كما سنرى معي سننوركم الطريقة الخياطة كيف سننخيطها سننجزوا الخياطة كما سنرى معي هذه الجهة الامام سنبدأ نجمع الخياطة من القعدة نقضي خياطة ونقضي خياطة ونقضي خياطة سنتيم سنتيم الخياطة لا تنسوش بارتاجوا الفيديو مع الناس اللي كيهتموا بعد الميدان ديال تفصيل الخياطة بشي يستفيد الجميع ان شاء الله بي حولها هنا كنشد جهات تانية جهة ديال الخلف بنفس الطريقة سنتيم ديال الخياطة وكان بشي كنخيط سروال عادي طريقة اللي هي معروفة في الخياطة اي سؤال على الفصالة او الخياطة مرحبا كتب لي السؤال في التعليق وانا غدي نجوبك ان شاء الله بي حولها هنا ضرورك ان نقضي هذه الخياطة ديال الخياطة هنا من بعد مجمعنا قعدة غدي نخدموهم جهة ديال الجناب ندير الجهة ديال الخلف هي اللي من التهت وكندير الجهة ديال الامام هي اللي من الفوق بغيت تتخلفوهم مشي مشكلة طريقة تبقى اختياري مهم القاعدة ديال الخياطة معروفة كنبط كنجمع ذلك الجناب هي السروال انقض الخياطة وكننخلي سنتيم وكننخيط حتى نوصل الرأس لكم اذا كما كنت تشوفوا معي طريقة سهلة ديال الخياطة السروال ندير ارتمو الجهة الثانية بنفس الطريقة خدمتها غير باش ميجيش الفيديو طويل بزاف هنا قدي نجمعها السروال كما تشوفوا معي هنا الجهة ديال الامام تكون صغرة من الجهة ديال الخلف كما تشوفوها تشوفوا شحن نقص عليها هنا قدي نجمع السروال مرعص لكم ولكن هذه الخياطة اللي انا ملتها دروري خصنات جينا متقدة إلا شراءاتكم سيجيكم متقدة يمكنكم تبدوها هذه الخياطة تضيروا ارتمو وتكملوا وتخدموا الجهة ديال اخرى بالنسبة لي انا قدي نجيبها متقدة كما تشوفوا معي نطلع كما نخيط وانا طالع وانا نقيص هذه الخياطة وانا نجينا متقدة لا تشوفوا كما نقدم جيد هذه الخياطات لكما يكون لديكالاج نوصل تماما ل هذه الخياطة سنقوم بصغيرة ونكمل الخياطة نمشي سنتيم ديال الخياطة حتى نوصل رأس لكم ندير ارتمو قطع الخيط تروري كننقيوا هذي الخياط بشكت كل خدمة ما فيهاش الخياط بزاف هنا غني ندير واحد لغلي ندير لغلي كما تشوفوا معي اذا كما تشوفوا معي الغليق في انفصالة كنخلي واحد جوز سنتيم ديال الغلي ضروري كنكملو بنسبة للطول ديال السرواة اللي كيبقى هذيك على حسب القياس بنسبة للغلي إلا كنا ديرين سرجي كنديرو غي طاوية واحدة ديالتوب كنا ما ديرين سرجي كنديرو جو طاويات بشكي يجو هذي الخياط مدفونة للداخل الجهة الثانية كنخدمها بنسبة للصمطة سنقيس هذي السمطة اللي خلي ديال السرواة سنقسمها درور ما غديش نخلي ديال العبارة هذيك هنا سنخليها زيدة واحد جوز سنتيم على حسب الخياطات ديال السنتيم على حسب السيك كما غدي تشوفوا جميع نحطها تقريبا نزلها تقريبا انا نقوم بحتيات ديال السن سنخليها زيدة هنا سنقيس السيك بنسبة للعبارة ديال السيك في ثلاثة ديال سنتيم ثلاثة ديال سنتيم ثلاثة ديال سنتيم ثلاثة ديال سنتيم و Kingston نقوم بحتيات ديال سنتيم ثلاثة ديال السنتيم و VAN 네 ترجمة الدخطان ترجمة الدخطان لأن نفتحiderman اي احد لا تفهم شيئا اكتبالي في التعليق انا سنجاوبه ان شاء الله بي حولها اذا سنشيط هذه الصمتة سنجمعها بالخياطات مثل هذه الجنب ديالها الصمتة دياله ستجي مخدمه بواحده كما ستشوفه اضع ارطمه بشي ماكتتحاشم زيان بالنسبة لانواع دياله التوب السروا كيبقى اختياري انا اخدمتوا بعد التوب هذا يبقى لكم انتو ما تخدموا بالتوب اللي بغيتو بشيهوه ديالكم كيبقى اختياري لمهمية الطريقة كيفاش كتتخدموا كيفاش كيتفصل هنا كنشد هذه الاستيك نديروا الداخل دياله السمتة وكنمشي نخيط الحريف دياله السيك لا نقص الاستيك نبقى بعيد عليه واحد شوية واحد جوج دياله ميلم وكنمشي نخيط لا نخيط على الاستيك الاستيك راح مازال في الصمتة الداخل لكي الاستيك يبقى كيتحرك المهم كنمشي مزيارة بالخياطة على الاستيك يجي الداخل كنخلي سنتيم ديالخياطة كنمشي كنخيط هذا الاستيك نبقى كنجر الاستيك ما كتشف معي لو كنت مخيط على الاستيك ما غديش يساعدني باش الاستيك نبقى كنجر بحلقة اصدروري الاستيك يبقى كيدور في الصمتة باش ميجيش مجموعه في واحد المكان اذيك الاستيك يكون اذيك اللومبي ديال الاستيك يكون مفرق في الصمتة كاملة ما غنيش يستعمل هدك الصباط ديال النص تهي فكرة ولكن بالنسبة للصباط عادي رهتها واره خدم هده الطريقة ديال الاستيك اذا هناكي ما كنشف معي بعد مخدمنا الاستيك دابا غدي نخيطه السرول اذا الطريقة هدي خدمنا الاستيك بواحد ديتو ودابا غدي نركبوه السرول اذا باش يساعدكم اكتار في الطريقة من الاحسن اذيك السرول تكونوا تقلبوه على الدهار ديالو انا هنا غدي نبداه الانهجاهم بعدها غدي نقلبوه على الدهار باش يكمل حيث كما غدي شوفوا معي ما غديش يساعدكم اذا بغيتو ادخدموه بطريقة هذي انا غدي نوريكم الطريقة كيفاش هنا كنمشي كنتيري اذيك الاستيك داروري نجرى عندي الاستيك والتوب السرول نجعله نازل كما هو نجرى الاستيك حتى نجرى كثيرا حتى لا يبقى حتى يأتي التوب نازل والتوب الذي يكون من تحت ومن نفس الهبار كما تشوفوا انا قلبت السرول حتى يساعد في الخياطة وكما امشي نخيط على الخياطة التي قدرت في الاول للاستيك لا يكون فرق كبير بين الصمتة والسرول كما تشوفوا معي هذه الطريقة التي تنخدموا بها هذه الصمتة سوف نوريكم الشكل النهائي كما تشوفوا معي هذا السرول وخدمناه بالنسبة للطول يبقى الحساب القياس الذي انت بغي وش متر ولا خمسة وتسعين ولا أستة وتسعين يبقى هذيك اختياري كنت منها الدرس دي اليوم يكون السفت ومنه ما تنسوش ديروا لايك الفيديو اي حد عنده شي سؤال اما رحبا اكتب لي السؤال في التعليق وانا غني نجاوبه الله تبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة